اشتركوا في القناة المعابر لمدة ثلاثة أيام في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا بمناسبة عيد النوروز مظاهرات في درع البلد وبصر الشام وتفص بمحافظة درع إحياء للذكرى الثانية عشر للثورة السورية الأمن العسكري التابع لقوات سلطة الأسد يعتقل عائلة كاملة وثلاثة شبار في مدينة قدسية بريف دمشق خلال حملة مدهمات وفق موقع صوت العاصمة وزارة الداخلية في حكومة سلطة الأسد ترفض السماح بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية في دمشق لدعوة الحكومة إلى الاستقالة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يعلن فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على بشار الأسد ورئيس حكومته حسين عرنوس ووزير الخارجية فيصل المقداد وشخصيات وكيانات أخرى